اشتركوا في القناة الممثلين والممثلات اثناء تصويرهم لأفلامهم بعض الاصابات كانت خطيرة جدا وبغت تودي اصحابها الى المقبرة والبعض الاخر كانت اصابات مؤلمة جدا ولكنها بعيدة عن الموت والبعض منها للأسف اخذت بيد اصحابها الى القبر والحوادث هذه بعضها حصلت عن غير قصد وبعضها حصلت ايه فزلاءة يعني الممثلين كده يتحمسوا ايش في الارتجال او يتحمسوا كده في تقمص الدور فعشان لا يطول الفيديو ولا يكثر الكلام يا جماعة اشتركوا في القناة لو كانت هذه زيارتكم الاولى للقناة وفعل جرس التنبيات على طريقكم عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول ولايك من ايدك الحلوة يسوى اشياء كتيرة لو عجبك الفيديو طبعا غير كذا اربطي لحزامك عزيزي الوجيه اربطي لحزامك عزيزتي الوجيهة ويالا بينا نخش على الفيديو الممثل الاول يا جماعة عندنا براندون لي مر عليك الاسم ماهو غريب براندون لي يمكن قليلين اللي يعرفونه ولكن احب اقول لكم يا جماعة انه هذا هو ابن الممثل المشهور بروس لي يب فاكرين بروس لي هذا ابنه الممثل هذا بعد وفاة ابوه وبعد ما كبر سار على خطى ابوه ودخل في مجال الفنون القتالية او افلام الفنون القتالية ونجح وقدم مستوى ممتاز واموره كانت في السليم ولكن في سنة 1994 مثل في فيلم اسمه The Crew وهو فيلم اكسين وخيال علمي وفيه خبط وربط كثير واثناء تصوير احد المشاهد كان المفروض انه هذا الممثل يتم اطلاق النار عليها بواسطة سلاح مزيف او السلاح يكون جوة رصاصة فارغة او ايا كان المهم انها رصاصة مزيفة ولكن للأسف واللي يقال انها عن طريق الخطأ السلاح هذا كان يحتوي على رصاصة حقايا ولما اطلق الممثل الرصاصة على الممثل براندون لي طلعت رصاصة حقيقية واصيب على اثرها ومات يب مات البعض قال انها فعلا كانت عن طريق الخطأ والبعض قال انها ربما تكون بفعل فاعل ولابد ما تدخل نظريات المؤامرة هذه في كل القصص المشابه الاب برسلي مات عن طريق نزيف في المخ لما كان عمره 33 سنة وابنه براندون لي مات لما كان عمره 28 وعشرين سنة الممثل الثاني يا جماعة وهو براد بيت براد بيت دخل معنا في مجموعة لستات كثيرة وبرضو راح يكون موجود في هذه اللستة اثناء تصوير الفيلم تروي سنة 2004 واللي هو واحد من اجمل وافضل الادوار اللي قدمها براد بيت وصيب براد بيت بقطع في وتر العرقوب الايسر يعني رجله اليسر والعلمكم هذه الاصابة واحدة من اكثر الاصابات المؤلمة اللي ممكن يتعرض لها الشخص ونصيحة مني يعني لا تكتب في جوجل قطع وتر العرقوب لانك ما راح تنام بتشوف صور مرة مؤلمة وبشعة فاعمل حزابك انت تقول لانا كذا يا وجيه عشان نروح نكتب في جوجل صح لا لا تكتبه بس حذركم يعني عشان لا تتلقف وانا تلقفت وشفت شيء الممي جمعة الخير انه تم اجراء عملية جراحية لبراد بيت وتنوم لفترة معينة وظل ايش ما يتحرك كثير لفترة معينة وبعدين قام بالسلامة وما فيه الا العافية الممثل الثالث سيلفستر ستالون كلنا نعرف سلسلة روكي الشهيرة وكلنا نعرف الممثل دولف المعضل المجنون واللي تقريبا كذا ملامح وجهة تصيبك بالرعب من دون ما يتكلم حتى سيلفستر يا جماعة اثناء تصوير احد المشاهد لأفلام روكي تحمس الولد حبتين وراح قال لدولف ابغاك تضربني باقوى قوى عندك دولف قال له يا ابن حال اهدى لا تتحمس بنقدر نسوي حركات خدع وتريك ونزبط الامور سيلفستر قال له اسمع انا المخريج وانا الكاتب وانا البطل حتسمع كلامي يعني حتسمع كلامي ابغاك تضربني ضربة معينة في هذه المنطقة بكل ما اتيت من قوة يعني ضمن احد المشاهد القتالية دولف رجع كرر عليها قال له متأكد قال له متأكد باقوى قوتي قال له باقوى قوتي ولو بالفعل الممثل اخذ وضعية الفايت واعطاه الضربة في المكان المعين اللي هنا وللأسف سيلفستر ستلون طاح مغمى عليه في مكانه يا ابني ايش اللي صار انت عايش انت ميت قوم يرحمون مقالو اسعاف شالوه الدولي المستشفى طلع عنده تورم في كيس التامور اللي هو كيس تقريبا يغطي او يغلي في منطقة معينة من القلب او القلب كله صراحة من يعارف التهب ان عدم الكيس قلب سيلفستر ستلون بغا يعشق بغا ينفجر وتنوم في المستشفى لمدة تسعة ايام انا من جالس اضحك على الاصابة انا قاعد اضحك على اصراره والعباطل اللي سواه في البداية حذروا هذاك قال له المنطقة خطيرة ماينفع اضربك هنا قال له اضربني ضربوه وتنوم تسعة ايام في العنان المركزة وخرج بالسلامة لاحقا الممثل الرابع جورج كلوني يا بيا جماعة المثل جورج كلوني راح تلاقوه في قائمة اغنى الممثلين وفي قائمة اكثر الممثلين اللي بدأوا بوظائف جدا بسيطة في حياتهم وبرضو راح تلاقوه في قائمة الممثلين اللي تعرضوا لاصابات جدا قوية اثناء تصويرهم لافلامهم اثناء تصوير فيلم سايرينا سنة 2005 كان في مشهد تعذيب يمر فيه جورج كلوني داخل هذا الفيلم كان يجلس على كرسي ومربطين وزي كده ويجلس ويقطع عظافير ويساولوا اشياء طبعا كل شي كان مزيف ماهو حقيقي يعني ولكن الفكرة انه الممثل اللي كان يؤدي دور شخصية انه قاعد يعذب جورج كلوني باحد المشاهد كان مفروض انه يدف جورج كلوني منع الكرسي او يقلبه وللأسف الظاهر انه الممثل تحمس بزيادة ودف الكرسي بقوة لدرجة انه جورج كلوني لما طاح على وراء حصلت له اصابة جدا شديدة في العمود الفقري يعني حتى لما قلبوه لما عدلوا وضعيته كان يصيح جورج كلوني بشكل مرة مخيف وفيه مادة سائلة جالسة تنزل من انفه تقريبا ما لها لون واكتشفوا انه هذه المادة اللي كانت تخرج من انف جورج كلوني هي عبارة عن سائلة نخاع الشوكي انتم متصورين يب المشهد كان شكله بسيط ولكن الاصابة كانت جدا قوية اخذوه شالوه على المستشفى واجروا له العلاجات والفحوصات الكافية ولكن وصف جورج كلوني وقال ان ذيك الاصابة وقتها كان يصيح من شدة الالم لدرجة انه كان يفكر بالانتحار من شدة الالم الالم فضيع مو قادر يتحمل ويقول انا مستعد اموت بس يختفي هذا الالم والى يومنا هذا وللأسف ما زال جورج كلوني يعاني من صداع نصفي واثار كثيرة لهذه الحادثة الممثل الخامس جاكي شان كيف ما يدخل القائم المفروض نحطه توب وان اول واحد جاكي شان الادم هذا يا جماعة حرفيا من عند اصابع رجلينه من طرف اصابع رجلينه الين اخر شعر في راسه كله اصابات كله حرفيا اصابات حتى لو تفتكرون في الفيديو اللي تكلمنا فيه عن جاكي شان حصلت له اصابات في عظمة الخد عظمة الخد من تحصل له اصابة في عظمة الخد اصابة نادرة جدا صارت له ولكن اخترت لكم واحدة تقريبا من اقوى واقوى الاصابات اللي حصلت له ما بين المئات من الاصابات سنة 1986 واثناء تصوير فيلم ارمر اوف قود كان مفروض انه جاكي شان اصلا فيلم هذاك مليان قفز وتنقل وهبد من الله بها علين فاحد المشاهد كان مفروض انه يقفز من على السور ويتعلق في شجرة ويقفز الى السورة الثانية او شي زي كذا ولكن اثناء ما جاكي شان قفز من فوق السور والى الشجرة اخطأ وما مسك في الشجرة بشكل كويس وسقط من فوق مكان تقريبا ارتفاع عشرين قدم المصيب انه ما طاح على رجوله زي كذا لا طاح رأسا على عقب استدم بالشجرة وصار رأسه تحت ورجوله فوق وسقط سقوط حر الى الارض وطق على رقبته شالو سعفوه دخلوا المستشفى قالوا هذا الادم بيموت خلاص الوضع اللي هو صار فيه اما بيموت او بيصير مشلول بيصير له شي مصيبة قالوا ممدخلوه على غرفة الاشعة كشفوا عليه قالوا يا ولد ايش هذا اكتشفوا ايش اكتشفوا انه فيه عظمة صغيرة خرجت من جمجبته ودخلت في مخه ياب وبطريقة ما ظاهر انه مخرجوها وبعد فترة قام بالسلامة وما تاب رجع وصور مشاهدة خطيرة وبغى يموت اكثر من مرة وما زال مستمر ما نعارف يعني ايش الصملة اللي فيه ولكنه الظاهر كذا عنده واحدة من الخطط ان اموته وانا اقدم واحدة من المشاهدة الخطيرة ما نعارف يجوه خلاص اهدى ابن عال صلع نبي الممثلة الخامسة يا جماعة شارليز تيرون لما كانت تصور فيلم ايون فلوكس سنة 2005 الاخت تحمست في احد المشاهد وكان مفروض انها تسوي شقلبة على الوراء تتشقلب على وراء وتوقف على رجلينها وخلاص وبحكم انه هذه الممثلة لعبت باليه ولياقتها البدنية جدا عالية في هذيك الايام قاعد المخرج يسمع ما يحتاج جيب ممثلة بديلة انا اتشقلب على وراء واغلق الليلة لعبتي بسيطة والمخرج اعطاها الضوء الاخضر وقال لها انطلقي صوري هذا المشهد ولكن للأسف اثناء ما كانت تتشقلب في نص الشقلبة بنشرت تعرفوا كيف بنشرت يعني المفروض تكمل الشقلبة ما كملتها وصلت النص الشقلبة وطاحت رأسا على عقب زي جاكيشان على راسها وطرق وانطقت رقبتها ما نعرف شالي صارها بالضبط ولكنها طاحت على رقبتها بشكل جدا قوي دقوا على الاسعاف شيل على المستشفى ايش فيها البنت سولها شعة اتشفوا انه صار عندها انزلاق غضروفي ومشاكل جدا في الاعصاب لانه الانزلاق الغضروفي اللي يصير في الفقرات عادة ما يؤثر على الاعصاب اللي حوالينه وجلست متنومة لفترة طويلة وما قدرت تتحرك من مكانها بل انه بعض الاطباء اللي فحصوها قالوا احتمال انك تصيري مشلولة مئة بالمئة وما راح تقدر يتمشي راح تصيري تتحركي بكرسي متحرك ولكن مع الاصرار والاستمرار في العلاج قدرت هذه الممثل انها تقوم في السلامة في وقت لاحق ولكن للأسف لما اقول لك انزلاق غضروفي اعرف انه الاصابة هذه عادة بتلاحق صاحبها الى فترة طويلة ويمكن الين يموت الممثل السادس مايكل جي فوكس اثناء تصوير الجزء الثالث من سلسلة باكتو ذا فيوتشر كان في مشهد انه يتم شنق هذا الممثل عن طريق كاوبوي وكذا اللي شاو الفيلم فاكننا المشهد المشهد هذا المخرج اعطى للممثل تعليمات واضحة احنا نربط لك الحبل حوالين رقبتك ولكن فيه ربطة معينة في مسكة معينة للحبل لازم تحافظ عليها علشان ما تنخنك اجلس ماسك نفسك شوية وبينتهي المشهد وما راح يصير لك شي المهم انه المثل قال اوكي التعليمات واضحة واول ما شنقوه الظاهر انه اخطأ في مسكة الحبل وظل مخنوق لمدة ثلاثين ثانية الادم كان قاعد يصارع الموت والمخرج مش عارف ولا اي احد من طاقم العمل عارف الين في احد الموظفين من طاقم المصورين او ايا كانوا من الموجودين في المكان لاحظ انه الادم يلأ يا جماعة الولد مون كويس وراح جري عنده اكتشف انه كان بيموت الادم كان على وجهك انه يلفظ انفاسه الاخيرة وفكه وساعده وفك الحبل منه وانقذه من الموت تلاقي المخرج كان مبسوط والله على التمثيل والله على الابداع لا مش تمثيل الادم كان قاعد يموت صدق ويب نجى في النهاية بعجوبه في اخر لحظة الممثل السابع يا جماعة ليوناردو ديكابريو لعل هذه واحدة من اشهر الاصابات اللي حصلت لشخص بسبب الارتجال الزائد والله لا يحرمنا من النواع الارتجالات هذه صراحة بس يعني من دون اصابات لو فاكرين في فيلم جانغو سنة 2012 كان ليوناردو ديكابريو يقدم دور انه يعني مالك للعبيد وانه شخص استقراطي عايش كده في مكان كبير برا العالم في لحظة ما كان يهدد جانغو اللي معاه انه مدرش انت ابو انت تكذب علي انتو قام ضرب يده بقوة على الطاولة وكسر قزازة في يده كانت القزازة هنا مدري كيف صارت هنا فضربها وانكسرت القزازة بيده وانقطعت يده ونزل الدم الحلو مش هنا الحلو انه ليوناردو ديكابريو استمر في التصوير وتارنتينو قال كيب قوين كملوا تصوير الممثل ما وقف تصوير كملوا تصوير كله تم بل انه مسح بدمه على يد احد الممثلين من يفاكر المشهد مظبوط بس كان يمسح بدمه على وجه احد الممثلين او على الجمجمة او على الممثلة نفسها يب ارتجل ليوناردو واخذ وضعه وعاش اللحظة وجاب مناديله مسح حواله كأنه هذه اصابة من خارج النص ابدا وبعد تصوير المشهد بالطبع راح المستشفى وعملوله كم غرزة لكنه للامانة كان واحد من ارواع المشاهد اللي قدمها ليوناردو ديكابريو بسبب ارتجاله اللي ماهو غريب عليه صراحة الممثلة الثامن جيرمي رونر يب هوكاي يب اللي مع افينجرز تخيل تقدم دور مع افينجرز ودورين وثلاثة وتسوي مشاهد خطيرة في الافينجرز بس انه كله اسفنج وخلفيات خضراء المهم هذه مو الفكرة الفكرة انك تسوي مشاهد خطيرة كثيرة وما تصير لك شيء وفجأة تمثل في فيلم عبارة عن كوميديا وضحك واستهبال وتنكسر يدينك الثنتين يب هذا اللي حصل مع الممثل جيرمي رونر في سنة 2018 صور فيلم اسمه تاق فيلم كوميدي تعني لطيف ممكن اعجبكم اذا انتو تحبوا افلام هانجوفر ممكن اعجبكم المهم انه في احد المشاهد طاح من ارتفاع عشرين قدم تقريبا واش صار له انكسرت يدينه الثنتين يده اليمين ويده اليسار وبالتحديد اصابة في معصمه واصابة في كوعه المشكلة مش هنا المشكلة انه وقتها كان مدة التصوير اثنين واربعين او ثلاثة واربعين يوم وهذاك اليوم رقم كم في التصوير اليوم الثالث يعني باقي له اربعين يوم تقريبا تصوير قايب ايش نسوي هنوقف هنعطيك اجازة قال لهم لا ما فيش يودوني المستشفى ودوني المستشفى عملولي الجباير وعملولي الاشياء اللي مفروض تنحط على يده قال لهم خلاص رجعوني موقع التصوير يبنى حاصل لعنبي قال لهم ما لكم شغل انا مسؤول ولو بالفعل لبسوا اشياء خضرة على يده حيث يعلجوها بعدين بالمؤثرات البصرية وكمل تصوير ولا من شاف ولا من ديري الممثلة التاسعة يا جماعة هايلي بيري قد تكون هذه اتعز ممثلة في هوليوود من كثر الاصابات اللي تعرضت لها بعد جاكي شان طبعا تخيلوا انها لما كانت تمثل في فيلم جيمس بوند داي اناذر داي سنة 2002 حصلت لها اصابة في عينها السنة اللي بعدها قامت بالسلامة وعينها تعافت وكل شي تمام لما كانت تمثل في فيلم غوثيكا سنة 2003 انكسرت يدها قامت بالسلامة وتعافت يدها وكل شي عد على خير وبعدها لما مثلت في بطولة فيلم كات وومن اصيبت في جمجمتها وبعدها لما مثلت في فيلم كلاوت اتلس انكسرت رجلها وبعدها لما كانت تصور فيلم ذا كول واحد من الفلام الجميلة صراحة لها اذا تحبون الفلام الاختطاف والجريمة تابعوه برضه اصيبت بارتجاج في المخ يا ساتر يا ساتر انا ما اقدر اللوم جاكي شان صراحة لانه راعي كونفو راعي تايكواندو راعي مشاهد قتالية وهو اصلا عنده المهارات يعني وجالس يحوس الدنيا وجالس يهبت بس انت يا هيلي رحمي نفسك رحمي نفسك كم يصابه ذكرناها دوبنا يا ساتر عاشرا واخيرا يا جماعة توم هانكس كلنا عارفين فيلم كاست اوي واحد من اروع وافضل واجمل الافلام اللي قدمها توم هانكس واللي بسببها زاد وزنه حوالي 22 كيلو ورجع نقصه حوالي 25 كيلو علشان يقدم الدور هذا على اكمل وجه المهم انه بسبب زيادة ونقصان وزنه اصيب بايش اصيب بمرض السكر المشكلة مش هنا المشكلة لو فاكرين في الجزيرة اثناء ما كان يمثل دوره في الجزيرة لما نقص وزنه صار نحيف انجرحت رجله وانتو عارفين اللي عندهم السكر يعني لما يصابوا بجروح عادة تتأخر في الالتئام وهذه الحاجات او على حد علمي المهم انه شاف الاصابة في رجله وقال يا عم ايش بسيطة طنشها يحط عليها لصقة ويحط عليها اي نيلة وبعد فترة الجرح هذا بدأ يضخم وبدأ يطلع صديد وبدأ يطلع قرف واشياء مرة كثيرة فقال ايش يا عم انا خليني اروح للمستشفى تطمن على نفس اللي يرجع يقصه رجلي وياليتها جت على قصة رجلي جماعة الحمد لله انه لحق نفسه الى ادم يدخل المستشفى الدكتور قال له تراك جيت في اللحظة الاخيرة تقريبا لو تأخرت شوية كان ممكن ايش تقطع رجلي لا كان ممكن تموت يونها الرجل قال له ياب المكان اللي انت كنت فيه والجزيرة اللي كنت فيها ترا مليانة فيروسات ومليانة مصايب جرحك تلوث واخذ فيروس او تلوث وعدوى من نوع معين ولو انتشرت هذه العدوى داخل دمك كان راح تموت تخيل تموت عزيزي الوجيه بسبب جرح في رجله سبب الوفاة ايش في شهادة الوفاة انجرح في رجله يا ساتر وياب توقف التصوير لفترة معينة اللي انت عالج توم هانكس وشفي جرحه تماما ورجع بعدها الى التصوير وبس والله يا جماعة الى هنا نكون وصلنا الى نهاية فيديو اليوم معلش الى صوتي مش واضح ومبحوح بس انا ما قدر اقطع عنكم صراحة كيف اغيب عنكم اكثر من اسبوع انا حدي سبع ايام اذا غيبت اكثر من سبع ايام اعرف انه عندي مصيبة او لا صار في شيء او لا انا مريض او لا معدوم ولا ما تنوم في المستشفى اكثر من اسبوع ما اغيب عليكم باذن الله لو اعجبكم الفيديو ضغطوا اعزر اللايك واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم